موسيقى لديون في زيارة حاسمة وغامض أفهل تحرك العقوبات الفرنسية تماسيح السياسة مغارة الفساد في كهرباء لبنان إلى العتمة المطلقة مع وقف التمويل في قرار قضائي ولادة قيصرية للمنصة الإلكترونية وغياب كامل لسبول تمويلها وآلية عملها أهلا بكم إلى نشارة أخبار صوت بيروت انترناشنال ماكرون أتى ماكرون ذهب لودريون أتى لودريون سيذهب وفي الحالين لم ولا يتغير شيء فالأزمة الحكومية والوطنية مكانك راوح السبب الأساسي للمراوحة أنه ليس عند الفرنسي ما يقدمه في ظل تعنط الفريقين الأساسيين المعنيين بتشكيل الحكومة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ورئيس الطيار الوطني الحرج بران باسيل من جهة ثانية وللتذكير فأن الرئيس الفرنسي حاول أن يجمع الحريري بباسيل في فرنسا لكن اللقاء لم يتم لأن الحريري رفض معتبراً أنه على تواصل دائم برئيس الجمهورية وبالتالي فلا حاجة للاجتماع بباسيل موقف الحريري لم يرق لمكرو وهو ما يفسر الالتباس الذي أحاط زيارة لودريون وما إذا كان سيزور الحريري أم لا كما يفسر الأجواء التي سربت من العاصمة الفرنسية وفحواها أن فريق الحريري ستشمله العقوبات التي تفرضها فرنسا على شخصية سياسية لبنانية وقد يكون الموقف الفرنسي الغاضب هو الذي زاد من أحباط الحريري وتلويحه بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة إذن الصورة ليست وردية ولا زهرية والأدريون لم يستطع تحقيق أي خرق سياسي حتى لقاءاته مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كانت سريعة جدا إذ لم تتخطى الخمسة وعشرين دقيقة لكل لقاء وعليه فأن السؤال الملح بعد اليوم صار هل يعتذر الحريري أم لا معلومات سعود بيروت انترناشنل تؤكد أن الاعتذار وارد بقوة وبجدية لكن التوقيت لم يحدد بعد في هذا الوقت القادية عون تواصل استعرضاتها التلفزيونية وكبساتها العشوائية غير القانونية على مؤسسات وشركات فإلى متى ستواصل المدعية العامة في جبل لبنان تخطي القانون باسم الحرص على تنفيذ القانون وهل قربها من رئاسة الجمهورية يسمح لهذه القادية أن توجه ضربات قاضية إلى العدالة وأن تبقى فوق المساءلة وفوق المحاسبة إذن لودريون في زيارة سريعة غضب فرنسي واضح وآخر فرصة قبل العقوبات على قاعدة اللهم إني بلغت دخل وزير الخارجية الفرنسية جون إيف لودريون قصر بعبدة لتبليغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رسالة شديدة اللهجة كان قد مهد لها في تغريدته قبل ساعات من وصوله إلى بيروت اللقاء لم يكن مريحا وبدى ذلك على الوجوه المكفهرة داخل القاعة فبقيت أول دقيقتين من دون كلام بين الرجلين فلودريون جاء لا ليسمع ما سيقال له من كلام أصبح يعرفه عن ظهر قلب إنما ليبلغ موقفا فرنسيا حاسما لا تراجع عنه وبمباركة أمريكية استمدها من لقاء نظيره أنتوني بلينكن في لندن 25 دقيقة فقط دام اللقاء رد خلالها الرئيس عون على البلاغ الفرنسي رقم واحد بالتأكيد على التطقيق الجنائي والإصلاحات وأولوية تشكيل الحكومة مشيرا إلى أنه سيواصل الجهود لذلك رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين وعدم اتباعهم الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات هنا شرح عون المسئوليات الدستورية الملقاة على عاطق رئيس الجمهورية ومسئوليته في الحفاظ على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة طالبا المساعدة في استعادة الأموال المنهوبة إلى الخارج وهكذا خرج لودريان من دون الإدلاء بأي تصريح وكما في بعبدة تكتم شديد حول مهمة لودريان في عين التين أيضا الرسالة هي هي ومدة اللقاء لم تتعد أيضا 25 دقيقة أبلغ خلالها لودريان رئيس مجلس النواب نبيه برري غضب فرنسا من الأداء السياسي اللبناني وبأنها ضاقت ذرعا بالمسئولين اللبنانيين غير المسئولين كما استمع بالمقابل لرؤية برري حول عراقيل تشكيل الحكومة ليخرج من دون الإدلاء بأي تصريح لودريان التقى في قصر السنوبار حزب الكتائب وحركة الاستقلال والعامية وتحالف وطني والكتلة الوطنية وبيروت مدينة ومسيرة وطن ومجموعات من المجتمع المدني تحت عنوان القوى السياسية التغييرية إذن ساعات قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود حول رسالة لودريان وما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها إلى الفقرة السياسية مع الزميلة دونيز رحمة فخري دونيز مساء الخير مساء الخير ديانا يبدو أن الجانب الفرنسي غاضب وما فيها معه حل من خلال زيارة لودريان بيروت نعم يعني بالفعل ديانا انشغل داخل اللبناني بزيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان اللي كان إلى دلالاته بالشكل بانتظار المضمون الذي قد يتوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده لودريان الجمعة علما أن مراشها حتى الآن من مضمون اللقاءات أن لودريان لم يحمل طرحا جديدا أو مبادرة جديدة هو أكد لرئيس الجمهورية وللرئيس بري أنه لم يحضر من أجل الحكومة بل لمتابعة المشاريع الاجتماعية والتربوية التي ترعاها فرنسا مع المجتمع الأهلي لكنه كرر بحسب المعلومات لكل من عون وبر ما سبق وأعلنه عن الطبقة السياسية اللبنانية وعدم التزام بما اتفق عليه في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي وأبلغهما أن الإجراءات آتية والتي ستتخذها بلاده بحق المعطلين والفسدين وهي ستتصاعد بشكل تدريجي من دون أن يدخل بالتفاصيل ولا بالأسماء في الشكل هناك نقاط أساسية يجب التوقف عندها بها الزيارة الأولى اقتصار اللقاءات على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري بصفتهما الرسمية والمؤسستية وقد أبلغ لودريان من التقاهم بأن هذه اللقاءات هي لقاءات بروتوكولية حتى صنف اللقاء الذي سيحصل مع الرئيس سعد الحريري بأنه لقاء بروتوكولي وهذا أمر ملفت يبشر أو يؤشر لما وصلت إليه العلاقة بين فرنسا والرئيس المكلف سعد الحريري نقطة ثانية استثناء كل القوى السياسية الحزبية من لقاءاته لسيما تلك التي شاركت في اجتماع قصر الصنوبر والتزمت بالمبادرة الفرنسية وهو أبلغ أيضا القوى والمجتمع المدني الذين التقاهم بأنه لم يلتقي وتقصد أن لا يلتقي الأحزاب والقوى السياسية لأنها لم تتعهد بما التزمت به سابقا مع فرنسا هناك لقاء متوقع له مع البطريارك الماروني غدا لكن أيضا كان اللقاء اللي أكثر هو يعني إله دلالات الذي حصل في قصر الصنوبر والذي حمل عنوان لقاء مع قوى بديلي عن القوى السياسية الحالية تولت بحسب المعلومات السفارة الفرنسية في لبنان اختيارهم والاتصال بهم لدعوتهم كانوا عشر شخصيات اعتبرتهم فرنسا من القوى البديلي وهم من مجموعات من 17-20 ومن المجتمع المدني لفت حضور رئيس حزب الكتائب رئيس حركة الاستقلال من العام للكتلة الوطنية والنائب السابق نعمة فرام على اعتبار أن فرنسا بتتعتبر هؤلاء النواب المستقلين من صفوف المعارضة والمجتمع المدني في المقابل خلى جدوى العمال وزير الخارجي من أي لقاء مع نظيره وزير خارجية لبنان الذي حتى لم يشارك في اجتماع بعبده اللقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري كما ذكرنا سيحصل مساء وهو لقاء بروتوكولي على حد وصف إذن لودريا أما ما رشح من معلومات عن اللقاء الذي حصل في قصر الصنوبر فبحسب المعلومات المجموعات لم تكن متناقضة بل قدمت طرحا متكاملا طالبت بانتخابات نيابية تحصل بموعدها كان عندهم عتب على المبادرة الفرنسية لأعادة وعومة هذه الطبقة السياسية المهم أن لودريا طلب منهم أن لا يطرحوا أي شيء أو أي مطلب يعطل الانتخابات النيابية في موعدها بعد عام يعني انتخابات نيابية مبكرة أو حتى طلب منهم أن لا يطلبوا بتغيير قانون الانتخاب الجديد أيضا بحسب المعلومات بأن لودريا لم يجب عن سؤال مهم وهو خلال هذا العام ماذا لو انهار الوضع في لبنان يعني حتى الوصول إلى الانتخابات هل في حل هل في أي جديد هل في مبادرة إذا انهار الوضع بالبلد لكن لودريا لم يكن عنده جواب على هذا السؤال وهذه كانت شغلة ملفتة جدا يعني هذه هي المعلومات أنها كلام لودريا بعد عندي معلومة أخيرة لبنان ليس منسيا بل أسوأ من ذلك لبنان ليس هو الموضوع اليوم ليس موضوع بحث إلا عند فرنسا للأسف يعني بيستهلوا السياسي ليوصلوا حالهم لألو من إيدهم شكرا للكدونيز على كل هالمعطيات قرار قضائي بحجز بواخر الطاقة والأسباب المعللة شبهات فساد ورشوة يبدو أنها أيام مر على قطاع الكهرباء الذي يعرف بأنهم غارت علي بابا لما فيه من ملفات فساد وسمسرات على صعيد البواخر وبعد الحديث عن عملات دفعت مقابل الصفقة أصدر المدعي العام المالي علي إبراهيم قرارا بحق شركة كارادنيز التركية يقضي أولا بتكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصطحة شركة كارادنيز التركية وشركة كارباورشي بليمتد فرع لبنان إلى حين التزام الشركتين المذكورتين إعادة 25 مليون دولار للدولة اللبنانية وثانيا منع البواخر المنتجة للكهرباء من مغادرة لبنان وثالثا تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين ورابعا عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة كارادنيز لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك وكان أسبوع الكهرباء قد بدأ بقرار للمجلس الدستوري أوقف مفعول القانون 215 على 2021 الذي يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بسلفة خزينة لتشغيل المعامل على الأقل نرى الأشور تتأشر أتمنى أن يذهب القضاء إلى لب الموضوع وأن لا يتلهى فقط بالقشور السطحية والأمور الصغيرة ويذهب إلى أبعد حد ممكن بالتدقيق بكل الاتجاهات وبكل الأماكن التي قد حصل فيها احتمال فساد أو هدر بالسنوات الماضية واشي نجحنا بإبطال أنون يعطي صلفة إضافية للكهرباء من بعد من صرف 40 مليار على الكهرباء بالسنوات الماضية 30 تقريبا منهم بالعشر سنوات اللي قطعوا وما تصلح شيء يعني لا تعمر معمى الكهرباء من 2012 لليوم ما صار شيء لصر إصلاحات فعلية على الشبكة لصر فيه جباية أفضل ونحن مثل ما بنعرف أنه الأموال اللي عم تنصرف عم بيروح منها تقريبا بين 35% للـ 50% هدر إن كان على الشبكة إن كان بعدم الجباية إن كان بالتعديات على الشبكة وإن كان بعدم الفوترة أو الفوترة الخطأ كلهم الأمور بيتصلحوا قبل ما نروح وناخد سلفات إضافية لحتى نسدد فيهم عجلة كهرباء العتمة سيدة الموقف حاليا في ملف الكهرباء والفساد اللاعب الأكبر والأسماء كبيرة وكثيرة وعلى القضاء المتابعة حتى النهاية ولادة قيصرية للمنصة الإلكترونية واستغياب الوضوح حول كيفية تمويلها وأليات عملها محاولة جديدة لمصر في لبنان للسيطرة على حفلة الجنون المتمثلة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وذلك من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية الموعد المرتقب يفترض أن يكون الاثنين المقبل على وقع انقصام في الأراء بين متفائلين بإيجابية هذه الخطوة وبين متشائمين منها إثر التجارب السابقة التي فشلت بسبب سياسات المالية المنقوصة وعدم وضوح الأليات المعتمدة النقطة الإيجابية نسبيا تختصر كخطوة أولى بالعمل على تحديد سعر صرف لا يتجاوز العشرة ألاف ليرة بحسب التوقعات ليتراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء ما يرجح انخفاض سعر الصرف ولو مؤقتا حيث سيذهب المستوردون وكبار التجار إلى طلب العملة الصعبة من المنصة حصرا هذه المنصة أكيد ستساهم بخفض السعر أقل لأنه ستمنع المضاربة بما أن كل العمليات الموجودين عليها هي عمليات مسجلين من قبل لجنة الرقابة على المصارف اللي هي رح تريئي بهذه المنصة فإذا مما نشك فيه السعر اللي رح يطلع هو سعر خالي بالمبدأ من المضاربة وبالتالي أكيد رح يكون السعر آل لكن وفي ظل طرح أسئلة كثيرة حول الدور الفعلي لهذه المنصة يبقى السؤال الأبرز والأهم من أين سيتم تأمين الدولارات لتمويلها هنا تؤكد المصادر بأن المصارف مثلا ورغم أنها أرسلت موظفيها للتدرب في المركزي على كيفية عمل المنصة فهي غير مستعدة لتمويل عملياتها في وقت يعلم الكل أن مصرف لبنان لا يملك العملة الأجنبية اللازمة لتغطية حجم الطلب ما يعني بحسب الخبراء أننا ندور في حلقة مفرغة في ظل مراكمة الحلول القصيرة المدى وغير النهائية إذا ما في إلى ضخ مصاري وخاصة ضخ من الخارج أكيد في عندك مشكلة ما ممكن يكون هذا الحل إلى ما لا نهاية وهذه المنصة ملنش حل جزري هذه المنصة رح تكون قاعدة أساسية لتحرير سعر صارق العملة وبالتالي رح يكون في شفافية أكثر بالسعر إذن من دون سياسة مالية واضحة وإصلاحات اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للخسائر سيكون مصير المنصة الإلكترونية كمصير سابقاتها وكمصير الدعم المنتظر أن يصبح في مهب الريح ليطير سعر الدولار ولنعود إلى النقطة الصفر لا بل إلى ما دونها هل تلتحق الكويت بسعودية وتوقف استراد منتجات لبنان الزراعية بعد القرار السعودية الذي قضى بحذر دخول الخضار والفواكه اللبنانية إلى أراضي المملكة أو حتى العبور فيها وترحيب معظم الدول الخليجية يبدو أن الكويت تتجهل اتخاذ إجراءات مشابهة لتلك السعودية لكن تحت عنوان بيئي حيث طلب النائب في مجلس الأمة الكويتي حمد مطر من لجنة البيئة استجواب لجنة الغذاء والبيئة والبلدية للبحث في الحديث عن احتمال استخدام لبنان لمواد كيموية ممنوعة في الزراعة ما يقضي بمنعها من الدخول إلى الأسواق الكويتية فعملية إدخال المواد الكيميائية على لبنان لتصير مبيدات معتمدة في لجان فنية في لجان اختصاص في مبيدات بين منع استعمالها تنلغى فمش عملية سهلة حتى المزارعين يعني بيشتروا من الشركات والشركات وقت بدأت دخل هيك أنواع من المبيدات بدأت يكون مصرحلة من وزارة الزراعة فبيكون في هيكلية يعني كاملة مش بالنواية يعني هايدي مش أشية بالنواية الواحد بيقولة في مشكلة في مشكلة في فحص في دليل إنه نفات بهيك مواد أكيد بيتحقق فيه بيتتبع بنشوف شو هي المشكلة ونشوف كيف منعالجها وأنا كمان كخبيرة بيحماية المستهلك بقولك خلال هايدي السنة هي أقل سنة استعملت فيها المبيدات لأنه كان سعرها غالي وفرق على الدولار فكنت يعني نوعا ما العينات اللي عم بيخدهم من السوق ويشوفهم كجمعية ويتبعهم نوعا ما عم بيكونوا نضاف مصادر صوت بيروت انترناشنل أفادت أن 200 إلى 250 طن من الفواكه والخضار اللبنانية تدخل السوق الكويتية يوميا وفي حال حظرها ستشكل دربة موجعة للقطاع الزراعي بعد الدربة السعودية أنا شنتهت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة